حلقتنا النهاردة سنتعلم مع بعض كيف نثبت تعريف الطابعة Canon MF-232W باستخدام الكمبيوتر أو اللابتوب من خلال الكابل USB و من خلال الروتر Wi-Fi ونتعلم كيف نثبت ونستخدم المسح الضوئي أو الإسكانر والخطوات دي مطابقة للطابعة MF-212W فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومزيكم أخوانا من ايه؟ اخبركم ايه؟ ان شاء الله كنوا بخير وابض الحال معكم احمد الساب من القناة Canon بالعربي وحلقتنا النهاردة سنتعلم مع بعض عن خطوات تثبيت تعريف الطابعة Canon MF-232W وهي نفس الخطوات للطابعة MF-212W وان شاء الله حلقتنا لأعجبكم اول حاجة سنبدأ بها وهي خطوات تثبيت تعريف الطابعة من خلال الكاب USB نذهب لجهاز الكمبيوتر او اللابتوب ونتابع الخطوات واحدة واحدة مع بعض مبدئيا كده جماعة انا سأسابقكم رابطين تحت الفيديو في خانية الوصف او ممكن تلاقيهم في اول تعليق اول رابط لمجرد ان تضغط عليه سيحولك لصفحة الكلان الرسمية ودخص بالMF-232W لكن لو انت عنك MF-212W سيضغط على تاني رابط سيحولك لصفحة MF-212W ستنزل تحت شوية لحد ما يجعلك الاختيار له ثم نختار داونلود ثم داونلود مرة اخرى ثم نقفل القائمة من الـ X ونأتي هنا عنده صفت وير سننزل تحت شوية كمان ونختار MF-scan utility هننزل تحت شوية ونختار داونلود ثم ندونلود مرة اخرى وبكده بنحمل تعريف التوابع وتعريف الاسكنر اللي هو الماسح الضوئيه وبعد ما انتهينا من تحميل تعريف التوابع وتعريف الاسكنر سنقفل الصفحة عادي جدا بالكامل كده من فوق ثم بنخش على قائمة داونلود او التنزلات اللي عندك ونزلنا التعريفين تماما ايه داونلود وكما نرى هذا تعريف التوابع وتعريف الاسكنر مكتوب هنا Scan Utility هذا تعريف الاسكنر وهنا مكتوب MF Driver وهو تعريف التوابع اول شيء يجب أن نثبت تعريف التوابع كيف ضغطتنا عادي جدا بالماوس يعني لا نعرف تعريف الاسكنر بعد كده تعريف التوابع لا لازم الاول تعريف التوابع ثم بنختار Yes وهنا بتنتظر لحد ما يفك الضغط ثم نختار Yes 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 ثم نختار USB Connection ايه Next وبنتنتظر بعد الدقائق وفي الخطوة دي بيطلب منك توسيل الكابل USB الواصبة بين التابعة والكمبيوتر او التابعة واللابتوب او وهنا بيقول لك في انتظار التوصيل وتنتظر لحد ما يقول لك The device is connected هتعمل Ext يأتي لك الخطوة دي بتعمل Don't Accept ثم بتختار OK وبكده سبتنا تعريف التوابع من خلال الكابل USB عايزين كمان نثبت جهاز المسح الدقيق او جهاز الاسكنر هنختار الاختيار ده اللي مكتوب عليه Win MF Scan Utility اهو نختار عادي جدا كده زي ما فتحنا القديم ده بنختار Yes ثم بيظهر لك القائمة اللو دامج دي بتختار اللغة اللي انت عايزة وعلى سبيل المثال انا هنختار اللغة العربية ثم نختار Next ثم نختار نعم وهنا بيقول لك اكتمل تثبيت Canon MF Scan Utility بنجاح هنختار اكتمال وبكده سبيلنا تعريف التابع وتعريف المسح الدقيق من خلال الكابل USB ودلوقتي وصلنا للفاقرة التانية مع بعض وهي تثبيت تعريف التابع من خلال الروتر اول حاجه لازم نربط التابع بالراوتر والخطوات كالتالي هنختار زر القائمة ثم نختار اختيار اعداد الشبكة ثم نختار اداد الان الجزء ثم نختار نعم تم تطبيق الاعداد ثم نختار اكتمال وأول اختيار أعادادات السيد وسيظهر لك الاختيارين اختيار مكتوب عليه تحديد نقطة وصول واختيار الثاني يدوي الاختيار الأولاني هو تحديد نقطة وصول ستخطر في حالة قام بعمل شبكة الروتر الوي في عندك مرئية يعني أي حد يشاهدها عادي جدا لكن داني اختيار إدخالي ستخطر في حالة بدل شبكة الروتر الوي في مخفية يعني أي حد يعمل البلد ما يلاقييه lain فبتخطرها وتدخل اسم الروتر وكلمة المرور وتشبك معك عادي جدا لكن انا عامل شبكة الروتر عندي مرئية فأختار تحديد نقطة وصول وهنا بيقول لك جالي البحث انا طبعا الروتر بتاعي اسمه Canon لو انت مردتش الروتر هنا بتقدر تبحث عليه بلايه التجاهد دي انا قدامي Canon هختار اوكي وهنا بيقول لك جاهز الباسورد بتاعك عشان هتكتبه ودي خانة كلمة المرور اللي انا هنكتبه فيه وعشان تقدر تكتب الباسورد يبقى فيه حروف كبيرة وحروف صغيرة وارقام ورموز هنطلع الحروف دي من الارقام زي الموبايلات القديمة بتاعتنا مع العلم ان ذرور النجمة ده بيحول الحروف من كابتل لسمول لارقام لرموز كيف نعرف اننا بنكتب الحروف دي اذا كان كابتل او سمول او ارقام شايفين هنا مكتوب وضع الادخال ال اي دي كبيرة يعني كابتل فاي كلمة مرور هتكتبها كده هتبقى كابتل لو ضغطنا عن نجمة كده اتحولت لسمول لو ضغطنا ضغطة كمان اتحولت لارقام فانا هدخل كلمة مرور دي الوقت حيالا لازم تبقى عارفين ان ذرور السيدة بيمسح الحرف ان انت بتكتبه غلط يعني مثلا كلابتل السبعة دي غلط بيمسح كده او مسحت حرف او مسحت راقم عامة يعني وبعد ما ادخل كلمة مرور بالطريقة الصحيحة بتختار تطبيق ثم تختار نعم هتلاقي اللمبة بتعمل فلاش اللمبة الزرقة دي هتامي في الوقت معاناها جاء الاتصال وانا قلت لك تم الاتصال واللمبة ثبتت اللمبة ثبت كده معاناها ان الطابع اتوصلت بالراوتر الواي فاي وفيه خاطة مهمة جدا لازم تعملها عشان مش كل شوية رقم الابي يتغير لو انت طفيت الراوتر اولعته كل شوية الابي هيتغير هنعمل يا بواحميد هنختار زرور القائمة كده ونختار اعادة الشبكة ونختار اعداد ابي تي سي بي ونختار اعداد ابي بي فور ونختار اعداد عنون ابي ثم نختار اكتساب التلقاء التشغيل ونجد عند حد البروتوكول ده اوكي هنعملها ايقاف والابي هننزل تحت كده ونعمله ايقاف ونخلع فيه كده نعمل تطبيق حتى اللمبة دي انطفت وباقي التولع تاني فيه حاجة مهمة جدا قبل من نروح مع بعض للكمبيوتر اللمبة دي طول ما هي ثبتة كده ازرق معناها انه متوصل بالراوتر الواي فاي وتقدر تستخدم التطبيع من خلال الراوتر الواي فاي لو لقيتها بتاني فلاشة يعني بيتنور وتنتفي دي بتعملها في حالة انك بتتولع الطبعة وبتنتظر بس مية قرب 10 ثواني لحد ما تثبت طيب افرد يا ابو حميد ما ثبتتش يبقى انت عملت حاجة من اربع حاجات اما غيرت كلمة مرور الراوتر الواي فاي او غيرت جهاز الراوتر الواي فاي او حولت الشبكة من مرئية المخفية او من مخفية المرئية او انت حاطة الراوتر بعيد جدا عن الطابعة فبالتالي كل شوية اللامبة تتصل وتختفي ودلوقت هنروح مع بعض لجهاز الكمبيوتر او اللابتوب ونطبع الخطوات واحدة واحدة مع بعض فيا بيتنور هنروح مرة اخرى للتنزلات بس بدما نفتح التعريف من هنا هنفتحه من ملف اللي اتفكي الضغط هنا وزا ما نشايفين الـ MF drivers هو هذا التعريف هنسبت التعريف مرة اخرى ونختار drivers UKNG 64bit ثم نختار setup ثم نختار yes ثم نختار next ثم yes ثم المراجي نختار network connection او كده ثم نختار yes وزا ما نشايفين الطابعة بتاعتنا هي MF 230 series وده رقم الابي اللي اخذته من الراوتر هنختار ونختار next ثم نختار next ثم نختار next ثم next مرة اخرى ثم start ثم نختار next ثم نختار next ثم نختار next ثم نختار next وده وقت تطبع ورقة عشان تأكد لك انها تعرفت من خلال الراوتر الواي فاي وبكده عرفنا الطابعة مرة من خلال الكابل USB ومرة من خلال الراوتر الواي فاي سوف نقفل صفحة عادي جدا ونقفل صفحة عادي جدا ثم نختار ثم نختار طبعا نتعرف مرة من خلال الكابل USB لو خلالنا الكابل USB سنجد ان انتطفت يبقى من خلال الكابل USB نتأكد اهي اشتغلت يبقى من خلال الكابل USB سنقفل صفحة عادي جدا ثم نختار ثم نختار ثم نمسح القلمة بالأزرق ونكتب كابل USB ثم نختار وده من خلال الراوتر الواي فاي ضغطة واحدة ونكتب واي ثم يبقى من خلال الكابل USB وده من خلال الراوتر الواي فاي الموضوع سهل وده الوقت وصلنا مع بعض لفقرة الماسح الضوئي طبعا احنا نثبتنا الماسح الضوئي ونثبت الخطوات نجد برنامج MF Scan Utility طب البرنامج هذا البرنامج ليس لديه على سطح المكتب سأتيجي عند كلمة Start ضغطة واحدة ستجد برنامج هذا البرنامج الذي نزلناه MF Scan Utility طب افري ابو حميد سأعمل سأتيجي عند كلمة Canon ومكتوب عليه New ضغطة واحدة ستجد نمسكه كده بالموز تمام؟ بالموز اهو شايله بالموز واسيبه هنا اهو ونحطه هنا كده حشان نقدر نستخدمه بدل ما كله شوية نفتح كلمة Start وناخده منها طب ازاي نستخدم الماسح الضوئي اول حاجة هتحط الورقة اللي انت عايز تعملها سكان تمام؟ على أساس الطابع وكأننا هنصور الورقة دي ووشي الورقة يبقى للأسفل ثم نفتح البرنامج عادي جدا بالطريقة نفتحه بكل سهولة سيظهر لك الاعداد كما ترى احنا طبعا اخترنا اللغة العربية عشان نظبط الاعداد فضل الوقت يقول لك الماسح الضوئي احنا عرفنا طبعا مرتين طول ما هي مكتوب Canon MF Series وارقام كثير كده يبقى انت كده هتعمل سكان من خلال الراوتر الواي فاي مع العلم ان سرعة السكان من خلال الكابل يوسي بي اسرع بكتير او من الواي فاي لو ضغط ضغط كده Canon MF 230 Series يبقى دي من خلال الكابل يوسي بي تمام؟ بذلك بالكابل يوسي بي وبتعمل سكان لكن لو حبيت من الواي فاي ضغط واحدة كده وبتختار اللي فيها ارقام كتير كده فعندك كده حاجة تقدر تعمله مسكان عندك مستند اللي هو pdf يعني الورقة اللي انت حطيتها على زيادة التابعة دي عايز تعملها بصيغة pdf اللي هو صيغة المستندات لو انت عايز تعملها بصيغة دي بتختار مستند او زي ما نرى بيقول لك يعني اجل المسح و زي ما نرى الخطوة دي ستظهر لك في حالة واحدة بس لو انت بتعمل مسح ضوئي لملف pdf بيقول لك لو فيه ورقة تانية عاوز تحطها في نفس ملف pdf او اكتر من ورقة بتحط الورقة بمكان الورقة اللي موجودة في الاساس دلوات يعني الورقة الثانية او الثالثة او رابعة بتحطوه مربعة وتختار اسكان وتقدر تعمل اسكان لأكتر من ورقة في ملف pdf لكن لو هي ورقة واحدة بس وعايز تعملها اسكان او حفظ بتختار اكست او لو انت انتهد من جميع الاوراق بتعمل اكست و زي ما نرى فتح لنا الورقة اوتوماتيك في المكان اللي يتحفظ في الاسكان لو رجعنا خاطر الورقة كده ده تاريخ اليوم اللي يتعمل في اسكان تمانية ستة تمام؟ كل ما بتعمل اسكان لليوم اللي بعديه واليوم اللي بعديه او بالليوم اللي انت عملت في اسكان بتحفظ فولدر بتاريخ اليوم اللي تعمل في اسكان او لو دخلنا على الفولدر كده وفتحنا الصور ال pdf طبعا انا قلبها مش هتلا معدول تمام؟ ده بسيغة pdf طب افرض دلوقتي انا عايز اعملها بسيغة الصورة اللي هي الصورة الجي بي جي هعمل دغطة واحدة على صورة وهنا بقى ال pdf عكس الصور الصور مش هيظهر لك بقى لو انت عايز تعمل اسكان لصورة مش هيظهر لك الخطوة اللي هي تقدر تضيف اكتر من ورقة لا هي ورقة واحدة وتتحفظ سلقائيا يعني مش هيظهر لك الكائمة اللي اسمها سكان والاكست هتعمل اسكان وهتحفظ دك في نفس الفولدر اللي عملنا اسكان لل pdf من شوية خلصة خلاص فتحت على طول بدون ما يخيارك عايز تعمل ورقة ثانية ولا اهي ودي الصورة اللي عملنا اسكان فنفس اليوم او بنفس التاريخ اللي اتعمل في اسكان طب دلوقتي لو الفولدر ده ما فتح ليش كده تمام؟ عايز اعرف الاسكان ده بتحفظ فين الموضوع بسيط بنخش هنا عند اي مسمى عندك ونختار documents ثم هتلاقيه فولدر بتاعك بتاريخ النهاردة ثمانية ستة عاشين ثلاثة عشرين الموضوع سهل كده لكن لو انت حبيت تطبع من خلال الموبايل على الطبيعة دي فانا سيبلك رابط في اول التعليق تقدر ترجع له في اي وقت وبكده انتهينا من موضوع حلقة النهاردة اتمنى انه نلأعجبكم اتمنى انه نلأعجبكم منتظر اي سبصر لكم وصول طبيعة الكنون كان معاكم احمد السلم من قناة الكنون بالعربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته